عمر علاء مبارك يشكر كل من قدم واجب العزاء في جده. تعرف على حقيقة وفاة المشير طنطاوي حزنا على حسني مبارك. محامي طالب باطلاق اسم حسني مبارك على مدينة مصرية. تعليق نشأة الديهي على جنازة الرئيس الاسبق حسني مبارك. في مسقة رأس حسني مبارك اقاربه يرون اسرارا جديدة. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورا شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نستطيع ان نوصل هذا الفيديو الى تسعة الاف لايك. لو بتحب حسني مبارك فلا تنسى ان تضغط لايك اسفل الفيديو. فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للرئيس الراحل حسني مبارك. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. ما حقيقة وفاة المشير طنطاوي وزير الدفاع المصري الاسبق. اكد اللواء الدكتور سامير فرج مدير ودارة الشؤون المعنوية الاسبق على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان المشير محمد حسين طنطاوي بخير الحمد لله. واضاف اللواء سامير فرج في تصريحات له لوسائل الاعلام ان المشير طنطاوي بخير وكان قد اصدر نعيا للرئيس الاسبق حسني مبارك في احد الصحف القومية منذ يومين. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة صفحات الفيسبوك حالة من الارتباك والفزع. عقب انتشار اخبار تفيد بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الاسبق ايام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. لكن سرعان باتبين ان تلك الاخبار مجرد شائعات. وانتشرت عديد من الشائعات على موقع التواصل الاجتماعي عن وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القاد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاسبق. وتصدر هاشتاغ طنطاوي التريند رقم واحد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب الاخبار التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي تفيد بوفاة المشير طنطاوي ثم سرعان ما تبين ان تلك الاخبار مجرد شائعات. ونفت مصادر هذه الشائعات مؤكدة ان المشير طنطاوي يعاني من ازمة صحية فقط. مشيرة الى ان القائد العام الاسبق للقوات المسلحة يعاني من ازمة صحية حاليا وانه يطلق العلاج بصورة طبيعية مشددة على عدم الانسياق وراء الشائعات. ونعى المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الاسبق قبل ساعات الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي عن عمر ناهزة واحد وتسعين عاما وجاء النص نعي المشير طنطاوي ينعى المشير محمد حسين طنطاوي بمزيد من الحزن والاسى السيد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته والهم اسرته الصبر والسلوان. وتغيب المشير طنطاوي عن الجنازة العسكرية التي اقيمت للرئيس السابق ظهر امس بعد ان تمت صلاة الجنازة على الفقيد بالمسجد الذي يحمل اسم المشير بالتجمع الخامس الا ان وفاة المشير طنطاوي ليست صحيحة. وكان اللقاء الاخير الذي جمع مبارك بالمشير بعد اندلاع ثورة يناير وهو زيارة المشير طنطاوي له في المستشفى العسكري عام الفين واربعة عشر حينما كان المشير ذاهبا للحج وحرص على مقابلة الرئيس السابق قبل السفر. يذكر ان المشير محمد حسين طنطاوي تخرج في الدفع الخامسة والثلاثين الحربية في الاول من ابريض عام الف وتسعمائة وست وخمسين وحصل على باكالوريوس العلوم العسكرية ودورة كلية الحرب العلية وترقى في المناصب حتى تولى وزارة الدفاع عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين ورقي الى رتبة المشير في اكتوبر عام الف وتسعمائة وثلاث وتسعين واستمر في منصبه حتى خروجه في اغسطس عام الفين واثنى عشر. كورونا يهدد حلم محمد صلاح وليفربول في التتويج بالدور الانجليزي. كشفت الصحافة الانجليزية الصادرة اليوم الجمعة ان حلم نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر. في الحصول على لقب الدور الانجليزي الممتاز الابريمليج للمرة الاولى منذ عام الف وتسعمائة وتسعين بات مهددا بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم ومنها بريطانيا. وذكرت صحيف التليجرافا على الحكومة الانجليزية قد تتخذ قرارا بإيقاف مصابقة الدور الانجليزي الممتاز الابريمليج من اجل محاربة فيروس كورونا والحد من انتشاره خوفا من ان يضرب انجلترا كما فعل في ايطاليا. واضفت الصحيفة لا يوجد اي ضمان لتتوجي ليفربول بالدور الانجليزي الممتاز في حال تم ايقاف الموسم قبل نهايته وعدم استكمال باقي الجولات. اما صحيف الديلي ميل فقالت على الرغم من ان ليفربول يتفوق بفارق اثنين وعشرين نقطة عند اقرب منافسيه في مصابقة الدور الانجليزي الممتاز الا ان ليفربول قد لا يتوج باللقب المحلي حال الغاء المصابقة بسبب انتشار فيروس كورونا. واضافت الصحيفة ليفربول لن يضمن الفوز بلقب الدور الانجليزي الممتاز اذا امرت الحكومة البريطانية بالغاء جميع الاحداث الرياضية في مكافحة انتشار فيروس كورونا. ساد يوماني صلاح استغل فترة اصابتي باحتراف عالي واعمل على منافسته. اكد السنغالي ساد يوماني مهاجم فريق ليفربول الانجليزي ان محمد صلاح استغل فترة اصابته من اجل احراز العديد من الاهداف. لذلك سيعمل على التقدم من اجل المنافسة مع صلاح. والمحافظة على جائزة لقب هدف الدور الانجليزي من اجل اثبات انه لم يفز بها لمجرد الصدفة العام الماضي. تقرير لعبة كراسي موسيقية قد تحقق حلم صلاح الملكي. خلال الساعات القليلة الماضية ربطت بعض التقارير الاوروبية المصري محمد صلاح لاعب الليفربول الانجليزي باحتمالية الانتقال الى ريال مدريد الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ليست المرة الاولى الذي يرتبط فيها صلاح بالانتقال الى عملاقي اسبانيا سواء برشلونة او ريال مدريد. فبعد المستويات اللافتة للنظر التي قدمها مو على الاراضي الانجليزية خاصة في اولى مواسمه بقميس الريدز. واللاعب المصري محطى انظار كبار اندية اوروبا. في شهر مايو الفين وثمانية عشر ذكر البرنامج التلفزيون الشهير الاشرينجيتو ان الريال مدريد يتطلع للتعاقد مع صلاح بصرف النظر عن القيمة المالية للصفقة والتي قال حينها انها قد تبلغ مئتي مليون يورا. علما بان الضحية سيكون الويلزي جاريث بيل في الوقت ذاته علم يلا كورا انه لم يحدث اي اتصالات رسمية او حتى ودية في الفترة الاخيرة من اي مسؤول بنادي ريال مدريد مع ادارة ليفربول او حتى معرامي عباس وكيل اعمال ومحامي صلاح. ولم يختلف الامر كثيرا وعادت الاقاويل لتربط صلاح بالرحيل الى ريال مدريد خلال الساعات القليلة الماضية دون تأكيد او نفي من اي من الطرفين. والان عزائي المشاهدين اعتقدوا اننا وصلنا الى انهاية الحلقة ولكن قبل ان انهي حديثي ساطرح عليكم سؤال واتمنى منكم المشاركة بارايكم في التعليقات. هل سيتوز محمد صلاح بجائزة الجولدنبوت كهداف للدور الانجليزي? وهل من الممكن ان يرحل محمد صلاح عن ليفربول? لا تنسوا ان تشاهد اشتركوا بارايكم في التعليقات. ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا. وفي النهاية اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. وقبل ان ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة